قصص اختطاف الأطفال في الجزائر مسلسل بلا نهاية المتغير فيه سيناريوهات عديدة أما الثابت فمجتمع سلبت ابتسامته أكبر حصيلة لاختطاف الأطفال سجلتها الأجهزة الأمنية في صفحتي سنتي 2014 و2015 ب247 حالة تعددت فيها أسماء الضحايا وارتفع منسوب الدموع وظلت التمنيات قاسم مشترك بين الجميع في ديسمبر 2012 قتلت شيماء يوسف عندما تفتقت ظهورها ببلدية المعالمة جرى اغتصابها فقتلها مارس 2013 الأياد الحمراء تتسلل وسط المدينة الجديدة على منجلب قسنطينا لتسلبها هارون وإبراهيم الذين وجد مقتلين داخل أكياس بلاستيكية بورشة بناء بعد أسابيع من البحث سبتمبر 2015 اختفاء الطفل أنس ذو الخمس سنوات بولاية ميلا بعد مرور 19 يوما من البحث وجد جثة متعفنة في مجرى للصرف الصحي نوفمبر 2015 حلقة بعنوان ياريشان أمين الذي وقع ضحية لتصفية حسابات شخصية حظ الطفل كان وافرا هذه المرة عندما تمكنت مصالح الأمن من العثور على مكان احتجازه وإعادته إلى أحضان أهله المسلسل وصل عند حلقتينيها التي أخرجت من الحياة قهرا وهي التي جاءت إلى تيزيوز لتزرعها ابتسامة وكأن البراء كتب لها أن تموت حتى قبل خروجها للحياة وكتب لها أن ترمى في الأكياس البلاستيكية وكتب لها أن تموت في قنوات الصرف وكتب لها أيضا أن تودع أهلها جبرا دون دموع وهنا قيل إذا استشرى اختطاف الأطفال في المجتمع فقل له وداعا